دلوقتي خلينا نروح لهانا الحمالاوي مرة تانية عشان تولينا آخر الأخبار الرياضية شكرا جمانا شكرا شازلي دلوقتي معدنا مع موجز الأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية مجلس إدارة رابطة أندية دوري القسم الأول أجرى مبارح اجتماع والتنسيق الأول في دوريته الجديدة شهد الاجتماع انتخاب أحمد دياب رئيسا للرابطة وإعماد متعب نائبا للرئيس وقيمة الانتخابات تحت إشراف اللجنة الانتخابية والنادي المصري أعلن تعاقده مع باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي لمدة أربع مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وقع اللاعب عقود انضمامه إلى المصري في حضور مجلس الإدارة نادي زاد أعلن تدعيم صفوفه بصفقة جديدة وهو لاعب النادي الأهلي أحمد سيد عبد النبي بعقدي يمتد لمدة خمس سنين قادما من الأهلي ضمن خطة إدارة النادي في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر استعدادا لانطلاق الموسم الجديد ونادي سموحة أعلن التعاقد مع الرباعي محمود وحيد ظهير أيصر الأهلي وفادي فريد مهاجم البنك الأهلي وأحمد خالد ومصطفى ميدو قادمين من أسوان واستعارة مصطفى البدري قادما من الأهلي لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد ونادي بيرميدز أعلن حصوله على خدمات لاعب الوسط الدولي محمد ريدا بوبو قادما من صفوف نادي فيوتشر ضمن خطة التعاون المشترك لتعزيز العلاقات بين الناديين اللي بيمثلوا مصر في بطولات الأندية الأفريقية خلال الموسم المقبل كمان فريق بيرميدز بدأ تدريباته بملعب النادي بالدفاع الجوي استعدادا للموسم الجديد شاهد ميران فريميدز مشاركة السوداسي المنضم حديثا لصفوف الفريق مهند لاشين محمد ريدا بوبو محمود مرعي وكمان السنائي يوسف أسامة نبيه وصيف فاروق جعفر والكنغولي في طن ميلي ونادي النجوم أحد أنديت الدوري المحترفين أعلنت تعيين محمد حموص نجم الإسماعيلي السابق مديرا فنيا لفريق استعدادا للموسم المقبل في إطار حرص مجلس الإدارة على عودة الفريق للدوري الممتاز مرة تانية بعد غياب عدة مواسم نادي الهلال السعودي أعلن بشكل رسمي التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا قادما من صفوف باريس سان جرمان الفرنسي لتدعيم صفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية نشر الهلال فيديو تقديمي لنجم برشلونة وبريس سان جرمان الصابق قال في اللاعب أنا هنا في السعودية أنا هلالي موسيقى 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 انا هنا في ساودية العربية انا هلالي مشاهدين نروح لفاصل سريع ونرجع بعدين نكمل فقرات برنامج صباح الخير يا مصر ابقوا معنا